بسلام عليكم شيخ شيخ ما الحكم الدعاء ختم القرآن وأقصد يعني في قراءتي ليس يعني طابع يعني الدعاء عند ختم القرآن ثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا جاء عند ختم القرآن جمع أهل بيته ودعاه فلو فعل ذلك الإنسان لا حرج والأولان يعني يفعله أحيان ويتركه في أكثر الأحيان لكن لو فعله فعله صحابي والصحابة يتأسى بهم ويقتدى بهم يفعل أحيان وأحيانا لا الأمر فيه سعى هذا خارج الصلاة أما في الترويح لم يثبت شيء في هذا حسناً دعاء تماماً في القرآن هناك شيء الذي أعلقاً عندما تماماً القرآن أو مجرد حتناً وقفت بهم وقفت بهم ترجمة نانسي قنقر